رحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي اليوم إن شاء الله رح أتكلم بياكم عن شن الأشياء اللي تقراها بمادة الصوت للمرحلة الأولى الشغلات المهمة واللي لازم تركز عليها أول شغل أخواني أخواتي أولا التعاريف أكو تعاريف صايرة بنهاية الكتاب آخر صفحتين آخر أتلاذة صفحتين هن كلهن يعني صفحتين ورقة وحدة هذن بيهن مفردات بيهن يعني الأشياء المهمة جدا اللي لازم تنقري وتحفظ بس مو بس ذن التعاريف أكو بعض غير هن تعاريف هن لازم تحفظهم بس هذن البلغي لازم تحفظهم كلهم يعني لأن كلش مهمات هاي وحدة شغلة ذوني الرسومات الرسومات جدا 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 مهمات الرسم ما يعني الشكل الصورة اللي أنا رسلتها لكم بالقناة موجودة هزا حالي أنا هو أيدا ركز عليه رسومات جدا مهمة حتى ذا الأستاذ يقول لك ما أريدين أوكي ما رح علاقة أنت بالأستاذ الرسومات تحفظهم حتى تفتهم المادة حتى تحفظ التأشيرات يعني هن رح يكون خارطة هاي الرسم رح يكون خارطة رح لازم تأشر عليه لازم تندل يعني أنت رح تأخذ تعاريف مثلا جلوتس أنت رح تعفظ الكلوتس وبالامتحان تنسى ليش نسيت لأن ما فهمه لأنه ما تندل وين فأكيد رح تنسى فلا أخوان لا تنسى هذا الموضوع حاولش قد ما تقدر تقرر رسومات حتى لو أستاذك ما لا تنسى أحفظ الرسم لأن يفيدك بالفهم شغلة الأخرى النوتس النوتس اللي هنا ملاحظات اللي موجودة نقاط يعني ثلاثة أو أربعة كل صوتين نحن رح ناخذ مثلا الس و الز الف و الف كل صوتين رح ناخذهن سوية وعليهن يعني عليهم تأشيرات معناها يعني معناها ذن مهمات يعني معناها ذن مهمات أسأل أدليكم بهن بالكتاب طبعا هذا هو الكتاب مثلا ما تشوفون خلي أدليكم بالتعاريف هذه التعاريف ذن لازم نحفظا كل هين زين عيني ذن لازم نحفظا كل هين ليش مهمات هاي وحدة وبالنسبة للرسم سواء إذا حفظت بالكتاب أو الصورة اللي أنا نزلتها لكم بقناة التليجرام ماكو فرق يعني نفس الشيء بالنسبة للكتاب يعني شوية مواضح ما بيتأشير فهذا الكتاب خلي أشوفوا لكم الرسم هذا وينه هذا الرسم هذا وينه طبعا صفحة 13 هذا هذا صفحة 13 هذا هو الرسم هذا كلش مهم هاي صارت عندك نقطتين شغلات أساسية لازم تحفظ هذا الرسم أيضا لازم تحفظه بالنسبة لشغلات المهمة اللي أيضا الأخرى اللي لازم تنحفظ ومهمة جدا شوكوا الرسم لازم تقرأ هادي هادي النقاط هذا الرسم هما للفا والفا يقل لك وضح لي الفا والفا أيضا هذا الرسم لازم نحفظ وهان النوت سملاحظات كل هن ينحفظ وهذا السؤال يجيك عليهن يعني يقل لك explain وضح the way of producing يعني وضح لي طريقة النطق طريقة النطق how can we produce كيف يمكننا أن ننطق هذا هو اثنين بالنسبة لترانسكريبشن الرسم الصوتي بالنسبة للرسم الصوتي حسب الأستاذ أكو أساته إذا يقول لك ما أريده بس أكو أستاذ يقول لك أريده فهو بالامتحان شلون مثلا نجيب لك fast أريدك يستورها الرسم صوتي ولازم تخلي لها ذن الأثنين ذنين أقواس الأثنين قبل الكلمة مع الرسم الصوتي هاي أول ملاحظة زياد الفروقات يعني الفرق مرات يقول لك الفرق ما بين الف والذ والف والذ يعني أكو هوا ما لازم الفرق ما بيناتهم وهي أيضا موجودات على قناتنا على اليوتيوب هم ناشرين يعني الفرق ما بين الأصوات كذلك الأسئلة أكو عندك أسئلة موجودة في نهاية كل تابتر أيضا هاي هي مهمة وآخر شي أحب أقول لكم يا يا أخواني حاول تدبر أسئلة وتحلها طبعا بالمناسبة أنها مناشرة أسئلة تقدر تشوف هاي الأسئلة كلش تقدر تستفاد من عندها ناشرها بالقناة ما لتليقرام وموجودة أيضا بقناتنا على اليوتيوب بس تكتب أسئلة تصويت مرحلة ولا راح تطلع لك زين عيني هواي ناشر تطلع على أسئلة شوف لك نماذج حل أنت حاول تحيل حتى تستفاد زين عيني وأنا بالنسبة لي حاضر أي سؤال أو استفسار هذه هي الأشياء المهمة اللي لازم تنحفظ بمادة تصويت لا تنسى تشترك بالقناة وشارك هذه الفيديوهات لأصدقائك